هذه هي الحلقة السابعة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة التي بين يدي من العراق وتحديدا من العاصمة بغداد من الأخ العزيز الفاضل أبو عبد الأعلى بتعريخ 8-9-2023 ميلادي الأسئلة عديدة السؤال الأول ما هي شروط وموارد تطبيق القاعدة المستقات من حديثهم عليهم السلام القائلة الصواب في خلافهم في خلاف سقيفة بني ساعد بتفاريعها هذا هو المراد الصواب في خلافهم في خلاف سقيفة بني ساعد الصواب في خلافهم أو خذ بما خالف القوم أو ما وافق القوم فاشتنبه وغيره مما يؤدي نفس المعنى فكما معلوم أنه لا يمكن العمل على إطلاق هذه الأحاديث لوجود مواطنة كثيرة هي محل اتفاق مع المخالفين سواء على مستوى الفقه أو العقيدة إذن ما هذه الموارد التي تشملها هذه الأحاديث وكيف يتم تشخيص أن هذا الموضوع من مواردها وذاك ليس منها موضوع مهم وسؤال مهم جدا وهذه المسألة فيها لبس كثير لبس كثير وما كتبه مراجع النجث وكربلاء بخصوص هذا الموضوع فهذا الموضوع من مباحث علم أصول الفقه والذي يقع تحت عنوان تعارض الأدلة ما كتبوه شيء بعيد جدا عن روح دين العترة الطاهرة عندنا مجموعة من الأحاديث ليست كثيرة جدا مجموعة من الأحاديث تناولت هذا الموضوع إذا احتشت إليها سأقرأ منها جئت بمصادر هذه الأحاديث لا أريد أن أقرأها لأن الروايات التي تشتمل على هذا المضمون تشتمل على مضامين أخرى وسأضطر إلى شرحها لأن الأحاديث لن تكون واضحة إلا بشرحها في جميع جهاتها وهذا سيخرجني عن الإجاز في الجواب ويخرجني أيضا عن الحديث عن الموضوع نفسه لأن سأدخل في تشقيق للمسائل وهذا ما لا أريد أن أقع فيه إذا احتجت إلى قراءة هذه الروايات فهذه المصادر الكافي في جزئه الأول وسائل الشيعة في الجزء السابع والعشرين من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة مستدرك الوسائل للحر العامل في الجزء السابع عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة وهناك مصادر أخرى لكن المصادر الأهم هي هذه عندنا مجموعة من الروايات والأحاديث تتناول هذه المسألة إذا ما كان هناك من حديثين أو أكثر وقع الاختلاف في مضمونهما بحسب ما نقل الرواة وهكذا يبدو من قراءة تلك الأحاديث فجاء في تلك الروايات بعض الحلول لكي يتخلص الشيعي من هذه المشكلة أحد هذه الحلول أن نترك الأحاديث التي تأتي موافقة لسقيفة بني ساعد وتفاريعها للمخالفين الذين خالفوا دين العترة الطاهرة هذا هو المعنى الإجمال وهي تدور في مضمونين المضمون الأول حينما نكون في مرافعة قضائية عند فقيهين من فقهاء الشيعة الحديث عن زمان الغيبة اختلف شيعيان في أمر من أمور حياتهم المالية التجارية اختلفوا في دين في ميراث في أي شأن من الشؤون وترافع إلى فقيهين من فقهاء الشيعة وكل فقيه نقل حديثاً عن العترة الطاهرة والحديثان مختلفان فماذا يفعل هذان الشيعيان يتركان الحديث الذي يأتي موافقاً للمخالفين ويعملان بالحديث الذي يخالف منهج المخالفين هذا المضمون الأول والمضمون الثاني جاء في روايات تتحدث عن اختلاف الحديثين بشكل عام ليس في ساحة القضاء وإنما بشكل عام إذن عندنا مجموعة من الأحاديث ومن الروايات وضعت لنا حلولاً للتخلص من الاختلاف بين الأحاديث التي تأتي مروية عن العترة الطاهرة أحد هذه الحلول أن نعمل بهذه القاعدة من أن الصواب من أن الرشاد في خلافهم في خلاف سقيفة بني ساعد وهذا تارة يكون في الشأن القضائي حينما يختلف القضاء وتارة يكون في الشأن العلمي في الشأن الفتوائي حينما تختلف الأحاديث هذه خلاصة خلاصة للمطلب وهنا دخل مراجع الشيعة وبدأوا ينظرون وبدأوا يقولون ما يقولون ولا شأن لي بكل ما يقولون سأجيب من حيث فهمي من حيث أفهم ولا شأن لي بما قالوا ولا شأن لي بما ينتشر في الأوساط الشيعية الذي ينتشر في الأوساط الشيعية بخصوص هذا الموضوع إنني أكفر به ولا علاقة لي به إنما أقول هكذا هذه القاعدة لحالات استثنائية إذا ما سبرت قرآنهم وحديثهم فإنني أجد ما يلي إذا كان الفقيه مفهما لا يحتاج للعمل بها مطلقا لأنه يستطيع أن يميز الأحاديث المختلفة ويستطيع أن يتعامل معها بالأسلوب الصحيح لأن القاعدة هذه لا تكشف عن علم واقعي هذه القاعدة تمثل حلا لمشكلة لا يستطيع الشيعي أن يتجاوزها إذا كان الفقيه مفهما مثل ما حدثونا عن أن فقهاء العترة مفهمون فإن لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث عند الشيعة والذين يحسبون عند الشيعة فقهاء الأئمة لا يعدونهم فقهاء فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها لا يعدونه فقيها حتى يكون محدثا فلما سألوا إمامنا الصادقة صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث إذا كان الفقيه بهذا المستوى كان فقيها مفهما فهو لا يحتاج للعمل بهذه القاعدة هذه القاعدة تمثل حلا لمشكلة في بعض الحالات الاستثنائية وليست أصلا عاما نعمل بها في جميع الأحوال إذن الفقيه المفهم لا يعمل بها لا يحتاجها لأنه سيفهم الأحاديث ومجاريها وسيشخص التحريف في الأحاديث وسيعرف من أن الأحاديث المختلفة كل حديث له جهته وله توجيهه هذا أولا أنا أتحدث في نظرية الموضوع ثانيا إذا كان الفقيه عارفا بمعاريض كلامه الفقيه المفهم هذا مستوى انتهينا من الحديث عنه ننتقل إلى مستوى ثاني إذا كان الفقيه عارفا بمعاريض كلامهم وهم الذين قالوا لنا من أننا لن نكون فقهاء حتى نعرف معاريض كلامهم ومن أنهم يتكلمون الكلمة على سبعين وجه ولهم من جميعها المخرج إنها معاريض الكلام الفقيه الملم بمعاريض الكلام لا تهجم عليه اللوابس في اختلاف الأحاديث لأنه سيصنف الأحاديث ويضع كل حديث في خانته في الاتجاه المناسب له وحينئذ لا يحتاج أن يعمل بهذه القاعدة إذن الفقيه المفهم لا يحتاجها هذا المستوى الأعلى من فقهاء العترة الفقيه العارف والملم بمعاريض كلامهم لا يحتاجها لأنه يعرف أسرار الاختلاف إذا كان الاختلاف من كلامهم وإذا كان الاختلاف من الرواة يميزه أيضا المستوى الثالث إذا كان الفقيه موسوعيا ملما بمعارف الكتاب والعترة بحسب حديث الثقلين فإن التمسك بالكتاب وحديث العترة يقود الفقيه إلى الهدى هذا ضمان من رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هنا حينما قسمت المراتبة فقيه مفهم فقيه عارف بمعاريض الكلام فقيه موسوعي محيط بمعارف الكتاب والعترة أنا هنا لا أضع مرتبة أولى وثانية وثالثة هذه المراتب قد تكون متداخلة في بعض الأحيان فإن الفقيه المفهم عارف بمعاريض الكلام وسيكون موسوعيا أيضا لكن الفقهاء الموسوعيين قطعا تختلف دائرة موسوعيتهم أعرف منازل شيعتنا عندنا أعرف منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا هذه هي الموسوعية التي أتحدث عنها هذه المراتب قد تتداخل فيما بينها وقد وقد تتفكك في بعض الحالات لكن الحديث من نهايته إذا كان الفقيه مفهما لا يعمل بهذه القاعدة لأن العمل بهذه القاعدة لن يقود في جميع الحالات إلى ما يريده الإمام المعصوم قد يقول قائل من أن الإمام هو الذي أمر بهذا صحيح هذا لكن الإمام حينما أمر بهذا نظر إلى جهتين نظر إلى جهة حل المشكلة هناك مشكلة لا بد من حل لها نظر إلى حل المشكلة فإن الشيعية في مواجهة حديثين مختلفين ونظر إلى جهة ثانية وهي جهة عقائدية ولها الأولوية في نظر المعصوم إنها البراءة الفكرية وهي أهم مراتب البراءة هناك البراءة الفكرية البراءة العلمية البراءة العقائدية قولوا ما شئتم البراءة الفكرية وهناك البراءة العاطفية وهناك البراءة الفعلية العملية وهناك البراءة القولية أهم أهم أركان البراءة هذه البراءة الفكرية قد تكون النتيجة ليست صحيحة بالعمل بهذه القاعدة بالنسبة للذين يعملون بها لكنهم يصيبون الجهة العقائدية إنهم يخالفون سقيفة بني ساعد هذا أمر أساسي ضروري مهم له آثاره النفسية وآثاره العملية على أرض الواقع الفقيه المفهم لا يحتاجها ولا يعمل بها الفقيه الملم والعارف بمعاريض كلامهم لا يحتاجها لأنه يعرف أسرار اختلاف الأحاديث الفقيه الموسوعي الجامع بين معارف الكتاب والعترة الطاهرة إنه يميز الأحاديث يعرف أحاديث التقية فستصبح معزولة يعرف أحاديث المدارات فستصبح معزولة يعرف أحاديث المخالفين الأحاديث التي تأتي وفقا لما يريده المخالفون هذه الأحاديث ستكون ستكون معزولة ما إن ينظر إليها فإنه سيشخصها لا يقع في مشكلة الاختلاف بين الأحاديث وإذا ما افترضنا أنه وقع في هذه المشكلة إذا ما افترضنا فعنده حلول أخرى حلول أخرى غير هذه القاعدة نذهب إلى فاصل أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى الذي يسأل هذا السؤال أقرب لك الفكرة بمثال وليس بالضرورة أن تتفق معي فيما أقول لكنني أنا الذي سئلت وأنا الذي أجيب حينما أستنبط العقيدة السليمة على سبيل المثال ما وضعته في مجموعة حلقات من برنامج الخاتمة مجموعة حلقات أعرف إمامك أتحدث عن نفسي هذه العقيدة هي التي أعتقدها وهي حاضرة في ذهن بتفاصيلها بسبب هذه العقيدة فإن كثيرا من الأحاديث أضعها جانبا لأنها لأنها تتعارض مع هذه الأصول العقائدية التي قد أخذتها من معارف الكتاب والعطرة وهي أصول بالنسبة لي ما يعارضها من الأحاديث أضعه جانبا على سبيل المثال إنني أعتقد أن الدين له أصل واحد فأي حديث أية رواية تعارض هذا المضمون أضعها جانبا إنني أعتقد أن فاطمة إمام وهي من أئمة الأئمة أئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة فكل حديث يتعارض مع هذا المضمون أضعه جانبا إنني 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 ما ذكرت من تفاصيلي العقيدة السليمة بحسب ما أعتقد في مجموعة حلقات أعرف إمامك من خلالها أتمكن من فلترة أعداد هائلة من الأحاديث لأنها تتعارض مع هذه العقيدة ثانيا من خلال معرفة معرفة بتفسير العترة لقرآنها لكثرة ممارسة وانشغالي وقراءتي وحفظي ومعايشتي لأحاديث تفسيرهم لقرآنهم تحولت الأحاديث عندي إلى حالة تمثل جزءا من طبيعة النفسية فحينما أفتح المصحف مضامين الأحاديث تسبقني قبل أن أقرأ الآيات بسبب هذا فإن أعدادا هائلة من الأحاديث ما إن أنظر إليها فإنني أجدها تتعارض مع مضامين الآيات أضعها جانبا إلى بقية التفاصيل الأخرى التي تستند إلى خبرة طويلة مع أحاديث العترة الطاهرة أنا أثق بخبرتي ولا أطلب من الآخرين أن يثقوا بخبرتي إنما جئتكم بمثال عملي لست مرتاحا أن أتحدث عن نفسي بهذه الطريقة لكنني أريد أن أقرب الفكرة كي تتضح الصورة في هذا الجواب الذي أجيب به من خلال الممارسة الطويلة ومن خلال الخبرة المتراكمة في أجواء معارف الكتاب والعترة فإنني لا أحتاج إلى تحقيق في الأحاديث ولا أحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة أصلاً وإذا ما تحدثت بها في بعض الأحيان فلأن الجاري في الحديث أن يتحدث في بعض الموضوعات وفقاً لهذه القاعدة أما فيما أعرف من غيري بخبرتي وتجربتي وعملي وتخصصي إنني أعرف أحاديث التقية وأعرف أحاديث المدارات وأعرف الأحاديث المحرفة وأعرف الأحاديث التي تتعارض مع الآيات وأعرف سيرة الأئمة بكل تفاصيلها فحينما يأتي حديث يخالف سيرتهم أشخصه من أول نظرة ولأول وهلة فلا أحتاج هذه القاعدة وهذا هو الذي تحدثت عنه قبل قليل هناك فقيه مفهم ولا أريد أن أعد نفسي تحت هذا العنوان الفقيه المفهم لا يحتاج هذه القاعدة ولا يعمل بها أصلا لا يجوز له أن يعمل بها لأنها لا تؤدي دائما إلى القول الصحيح الفقيه العالم بمعاريض كلامهم كذلك لا يعمل بها ولا يجوز له أن يعمل بها لأنه عارف بأسرار اختلاف الأحاديث الفقيه الموسوعي الذي عنده إلمام بمعارف قرآنهم وأحاديثهم لا يحتاجها لأن الأحاديث مميزة عنده مشخصة عنده يضع كل حديث في خانته وإذا وقع في مشكلة كهذه على فرض أنه قد وقع فهناك حلول أخرى حلول أخرى يمتلكها هذا الفقي تقوده إلى الموقف الصحيح أما هذا الهراء الموجود في علم أصول الفقه عند مراجع النجف وكربل فهذا هراءهم له وأنا لا أتحدث وفقا لهرائهم إنني أتحدث وفقا لمعارف الكتاب والعترة الطاهرة لكن قد يقول قائل الذي ما هو كذلك الشيعي الذي لا يتصف بهذه المواصفات أين يستعمل هذه القاعدة يستعمل هذه القاعدة في موارد الترافع إلى أكثر من قاض وأعتقد أن هذا لا وجود له في الواقع العملي للشيعة فشيعة لا يترافعون إلى أكثر من قاض هذا إذا ما ترافعوا وإنما يترافعون إلى المحاكم ودوائر القضاء الحكومي فهذا الجزء وهو الجزء الأهم لتطبيق هذه القاعدة لا وجود له على أرض الواقع يبقى الجزء الثاني الأحاديث المختلفة فإنها الأحاديث التي ترتبط بمسألة الولاية والبراءة وأعتقد أن الأمر واضح بالنسبة للشيعي إذا كانت عقيدته قد بنيت على الولاية والبراءة الصحيحتين فإنه من دون أن يعمل بهذه القاعدة يستطيع أن يميز الأحاديث التي تتعارض مع عقيدة الولاية والبراءة ولكن إذا ما وقع في مشكلة كهذه فإنه يعمل بهذه القاعدة مع أن الأمر سيكون واضحا إذا كنا نتحدث عن أحاديث الولاية والبراءة في الأحاديث الفتوائية فإن الأحاديث الفتوائية مشكلتها محلولة لأن الأئمة خير الشيعة بالعمل بتلك الأحاديث فهم مخيرون إلا إذا وجدت مسألة بالنسبة للشيعي الذي يواجه الأحاديث المختلفة عنده قطع بأن أحد الحديثين لا علاقة له بدين العترة وإنما هو مخالف لدين العترة لكنه لا يدري هل هو من حديث المخالفين أو لا إذا كان يدري فلا محل لتطبيق القاعدة إذا كان داريا بأن الحديث هذا من حديث المخالفين فإنه سيضعه جانبا من حديث المخالفين إما هو من حديث المخالفين ونسبه الرواة إلى الأئمة أو أن الأئمة ذكروا مضمونا على سبيل التقية يتناسب مع ما يذهب إليه المخالفون إذا كانت هناك من حيرة فإن القاعدة تطبق في مثل هذه الحالات مساحة ضيقة تطبق فيها هذه القاعدة هذا اللغط الكثير حول هذه القاعدة في الأوساط الشيعية ناشئ من جهلهم بثقافة العترة الطاهرة وناشئ من أنهم مشبعون بالثقافة الطوسية اللعينة مراجع النجف غاطسون في الفكر الناصبي إلى أمهات رؤوسهم ولكنهم يسرون على هذه القاعدة لأجل تنقية الفقه الشيعي من الفقه الناصبي هم غاطسون إلى أمهات رؤوسهم عقيدتهم ناصبية ثقافتهم ناصبية تفسيرهم للقرآن ناصبي كل القواعد والأصول التي يعملون بها جاءون بها من النواصب يصلون إلى هذه النقطة ويجعلونها أساسية إلى حد بعيد كذابون هؤلاء جهال هؤلاء القضية ليست كذلك هذه قاعدة مساحتها ضيقة جدا ولحالات استثنائية الفقهاء المفهمون أصلا لا يجوز لهم أن يعملوا بها لأنهم يستطيعون أن يصلوا إلى الحقيقة من خلال ما فهموا به الفقهاء العارفون بمعارض كلام الأئمة لا يحتاجون هذه ولا يجوز لهم أن يعملوا بها الفقهاء الموسوعيون الذين يلمون بمعارف الكتاب والعترة يستطيعون أن يميز الأعاديث إنما هي مشكلة الشيعي الذي لا يتصف بهذه المواصفات إذا كان يريد أن يتعامل مع الأحادي وإلا فهذه قاعدة مساحتها ضيقة جدا تمثل حلا لمشكلة وليس بالضرورة أن الذي يعمل بها فإنه سيصيب الأمر الذي يريده الإمام المعصوم إنما يصيب الجهة العقائدية من جهة البراءة من سقيفة بني ساعد قطعاً هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر لكنني على عجلة من أمري ولذا أوجز في الأجوبة نذهب إلى لا فاصل السؤال الثاني من الرسالة نفسها ما هو الفهم الصحيح لطبيعة الوحي وفقاً للعقيدة السليمة عند أهل البيت عليهم السلام وهل ما هو وارد في ظواهر الكتاب الكريم وجملة كثيرة من الأحاديث من أن جبرئيل عليه السلام هو ناقل الوحي عن الله إلى النبي صلى الله عليه وآله سواء كان هذا الوحي قرآناً أم شيئاً آخر كأن يبلغه بكذا وكذا أو ليعلمه كذا وكذا هل هذا الفهم يستقيم مع المعرفة الحقيقية بمنزلة ومقام رسول الله وباختصار كيف نفهم فهماً عقائدياً صحيحاً وساطة جبرئيل بين الله وخاتم النبي صلى الله عليه وآله سؤال مهم أيضاً وهذه مشكلة عقائدية عويصة قطعاً ليست في دين العترة الطاهرة ولكن بحسب منهج السقيفة بني ساعدة وبحسب منهج السقيفة بني طوسي إنها مشكلة عويصة من جهة يفضلون النبي على الملائكة ومن جهة يجعلون الملائكة هم الذين يعلمون رسول الله مشكلة عويصة يقفزون عليها كما يقفزون على سائر الحقائق لكنني في دين العترة الطاهرة سأبين لكم الصورة الواضحة الصورة الجلية البينة إنني لا أعبأ بما يقولون ولا أعبأ بما يقال عني هذه حقائق دين العترة الطاهرة سأجيب وبإيجاز وقد أجبت عن هذا الموضوع في برامج السابقة لكنني سأجيب أيضا لأن السؤال في الرسالة يتناول هذا الموضوع وأبدأ من أبينا آدم أبونا آدم في شورة الأعراف في الآية العشرين بعد البسملة والتي بعدها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة من الذي قال إبليس يقول لأبينا آدم وأمنا حوى وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكيني أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين جبرائيل حين سأل أبانا آدم بعد أن أخرج أبونا آدم من الجنة قال قال يا آدم إن الله سبحانه وتعالى نهاكا أن تأكل من الشجرة لماذا أكلت منها قال لأن إبليس أقسم لي وقاسمهما أقسم لأبينا وأمنا أقسم لهما أبونا آدم يقول ما ظننت أن أحدا يقسم كاذبا يقسم بالله كاذبا إبليس أقسم بالله وكان كاذبا هذا هو إبليس فأبونا آدم هنا خدع وأمنا كذلك أمنا حوى ونقرأ في سورة طاها من أن أبانا آدم جاء وصفه في الآية الحادية والعشرين بعد المئة بعد البسملة وعصى آدم ربه فغوى معصية وغواية وفي السورة نفسها في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة ونقرأ أيضا في سورة البقرة في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه أبونا آدم خدعه إبليس أبونا آدم وقع في المعصية والغواية والغواية الشيطانية أبونا آدم نسي العهود وما كان له من عزم أبونا آدم أخرج من الجنة ولكنه رجع تائبا وقبل التوبة أبونا آدم أبونا آدم هكذا يتحدث القرآن عن أبينا آدم هناك بيت شعر يقول أبي آدم أبي آدم باع النعيم بحنطة على الرواية التي تقول من أن الشجرة التي أكل منها هي شجرة الحنطة أبي آدم أبي آدم باع النعيم بحنطة فلست ابنه إن لم أبع بشعيري هذا هو أبونا آدم ونحن أبناؤه أبونا آدم هو الذي تقول سورة صاد عنه في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة فسجد الملائكة كلهم أجمعون كل الملائكة سجدوا لأبينا آدم بما فيهم جبرائيل ومن هو أشرف من جبرائيل جبرائيل من الملائكة المقربين ومن أشرف الملائكة لكن هناك من هو أشرف من جبرائيل في عالم الملائكة الملائكة كلهم كلهم سجدوا لأبينا آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون الملائكة كانوا قد اعترضوا مثلما تحكي لنا سورة البقرة في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن الذين نستحق أن نكون الخلفاء وتستمر الحكاية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة هذه مسابقة علمية ما بين أبينا آدم والملائكة العظام فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن علمنا محدود قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فآدم معلم الملائكة آدم أبونا الذي نسي العهود وما كان له من عزم آدم أبونا الذي خدعه إبليس وأكل من الشجرة آدم أبونا الذي وقع في المعصية والغواية الإبليسية آدم أبونا الذي أخرج من الجنة ولكنه تاب وقبل التوبة أبونا آدم هذا الذي اعترضت الملائكة على خلافته ولكن حينما أجريت المسابقة والمنافسة العلمية أقرت الملائكة بخطأها فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض هذا كلام الله مع الملائكة بعد أن اعتذروا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولكن هم سجدوا سجدوا لأبينا آدم بغض النظر عن التفاصيل الموضوع فيه تفاصيل كثيرة الخلاصة الخلاصة آدم أبونا مع كل الذي ذكر عنه من نقص في آيات الكتاب الكريم والحديث كان إجماليا مع كل ذلك النقص فإن أبانا آدم هو معلم الملائكة هو أعلم منهم وأعلم من الملائكة وهو الذي علمه في تلك المسابقة والمنافسة الإلهية العظيمة آدم أبونا مع كل ما تحدث القرآن عن نقائصه الملائكة كلهم كلهم أجمعون سجدوا له في أحاديث المعراج في بعض المواطن النبي يقول لجبرائيل تقدم فإن جبرائيل يعتذر ويقول يا رسول الله إننا منذ سجدنا لآدم فإننا لا نتقدم على أبنائه منذ سجدنا لآدم إنه يتحدث عن الملائكة وعن الملائكة العظام وعن الملائكة المقربين فآدم مع كل ما تحدث القرآن عن الخلل في منزلته هو معلم الملائكة والملائكة سجدوا بين يديه فكيف يكون جبرائيل معلما لرسول الله كيف يكون جبرائيل آمرا لرسول الله من هو هذا جبرائيل بحسب القرآن لن أذكر الأحاديث لن أتحدث عن الأحاديث لأن الأحاديث قد يطعن فيها الطاعنون الآيات هذه ماذا يصنعون معها الآيات واضحة صريحة مع كل ما ذكر من خلل بخصوص منزلة أبينا آدم لكن أبانا آدم هو الذي علم الملائكة وهو أعلم منهم والملائكة اعتذروا من جهلهم وأقروا بأعلميته وسجدوا له وآدم لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين محمد وآل محمد أهدم لم يكن من الأنبياء أولي العزم الأنبياء أولي العزم شيخهم نوح الذي يشهد لنوح في القيامة بحسب أحاديث العترة الطاهرة حمزة وجعفر جعفر الطيار وحمزة وجعفر مع علو منزلتهما وهما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه يغبطان قمر بني هاشم على منزلته مثل ما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أن جميع الشهداء يوم القيامة يغبطون قمر بني هاشم لمنزلته هذا نوح شيخ المرسلين ولا مقايسة بين منزلة نوح وأبينا آدم فآدم ليس له من عزم بصريح القرآن ونوح الشاهد له حمزة وجعفر هل هناك من مقايسة بين أبينا آدم ومحمد وآل محمد وأبونا آدم هو معلم الملائكة وهو الأعلم الذي سجدوا بين يديه له بصريح القرآن هذا هو القرآن إنني لا أتحدث عن روايات أو عن أحاديث القرآن هو القرآن بما هو القرآن فأين سيكون آدم من محمد وآل محمد صلوات الله عليه وحين إذن أين سيكون جبرئيل الذي أستاذه آدم معلمه آدم وهو قد أدى طقوس العبودية لأبينا آدم السجود السجود هو معلم العبودية الواضح أدى طقوس العبودية لأبينا آدم فأين سيكون في فناء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل في سورة الأنبياء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة ماذا نقرأ فيها وله لله سبحانه وتعالى وله وله من في السماوات والأرض من هم الذين في السماوات والأرض الملائكة الجن البشر التعبير هنا عن العقلاء وله من ما قالت الآية وله ما حتى يكون النظر إلى الجميع إلى العقلاء وغير العقلاء النظر هنا في الآية إلى العقلاء إلى أصحاب العقول وله من في السماوات والأرض من هم هؤلاء الملائكة الجن البشر دواب السماوات والأرض الكائنات والأمم الكثيرة في هذا الكون القرآن تحدث عن دواب السماوات والأرض والروايات أخبرتنا عن أمم هائلة في هذا الكون الواسع الفسيح العقلاء من كل هذه الكائنات له لله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض وماذا بعد وَمَنْ وَمَنْ لِلْمُفَضَّلِ وَمَنْ مَجْمُوَعَةٌ وَمَنْ وَمَرْسَلُونَ هي التي تتحدث عنها سورة صاد في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة قال يا إبليس الله يقول لإبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي من العالي هؤلاء هم الذين عنده لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين سائر الكائنات هذا قانون واضح لا يقاس بآل محمد أحد لا وجه للمقايسة القرآن واضح يا أيها الشيعي يا أيها السني المنصف تدبر في القرآن وقرأ هذه الآية إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض هنا آدم الذي سجد له وهنا الملائكة كلهم أجمع الذين سجدوا والذي سجد له داخلون في هذه الجموع الكثيرة من العقلاء وله من في السماوات والأرض أما الذين عنده مجموعة خاصة من هم هؤلاء من هم هؤلاء هل يوجد احتمال آخر من أن مجموعة لا تعنونوا بعنوان محمد وآل محمد هي التي يتحدث القرآن عنها ماذا تقولون وله من في السماوات والأرض ومن عنده هؤلاء هم الذين عنده نحن نقرأ في الأدعية المعصومية في أدعية ليلة المبعث الشريف ويوم المبعث الشريف حيث يتحدث الدعاء عن الاسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 وفي رواية وباسمك العظيم الأعظم الأعظم والمعنى واحد وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته هؤلاء هم مخلوقون الذي خلقته الذي خلقته فاستقر في ظلك ومن عنده فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لا وجه للمقايسة لا وجه للمقايسة هذا وجود لا صلة له ببقية الموجودات وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وله من في السماوات والأرض ومن عنده هؤلاء هم العالون هؤلاء هم الذين عند الله هؤلاء هم الذين استقروا في ظله فلا يخرجون منه من ذلك الظل إلى غيره إنهم عنده إنهم عنده هل هناك من وجه للمقايسة فيما بينهم وبين آدم آدم أبونا صفوة الله معلم الملائكة أعلم من الملائكة العظام الملائكة كلهم أجمعون سجدوا له بين يدي هذا أبونا آدم ولكن لا وجه للمقايسة لا تجوز المقايسة هنا لا تجوز ستكون المقايسة المقايسة سخيفة ستكون المقايسة تحفهة ستكون المقايسة لا قيمة لها لا معنى لها هذه المقايسة ستقود إلى الضلال لا وجه للمقايسة صارت الصورة واضحة هؤلاء هم الذين نتمسك بدينهم حديثنا عن الوحي وعن محمد صلى الله عليه وآله السؤال هنا الذي كان يجري أمام أعين المسلمين آيات القرآن تحدثت عن الروايات الأحاديث من أن جبرائيل يأتي إلى النبي هذه حقيقة هذه حقيقة جبرائيل كان يأتي إلى النبي وكان الوحي يأتي بواسطة جبرائيل هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها لكن هذا هو الذي يريده الناس هذه ما هي الحقيقة أتحدث عن الحقيقة لمقام محمد صلى الله عليه وآله هذا هو الذي يريده الناس الناس يتصورون من أن محمد صلى الله عليه وآله ينتظر آيات من القرآن حتى يأتي بها جبرائيل النبي هكذا كان يتصرف هناك صورة واضحة النبي صلى الله عليه وآله ما كان يظهر أمام الناس من أنه قادر على الكتابة والقراءة فكان يستعين بالآخرين في أمور الكتابة والقراءة مع أن أئمتنا يقولون من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب بكل اللغات بكل لغات الأرض وكل لغات السماء بكل لغة في الوجود كان يكتب ويقرأ بكل لغات الوجود وكان يقرأ الذي لم يكتب الروايات هكذا تقول الذي لم يكتب كان يقرأه إذا قدر له أن يكتب لكنه كان لا يظهر هذا الأمر وكان يستعين بالآخرين في القراءة والكتابة وفي واقعة الحديبية عندما رفض القريشيون كتابة لفظة رسول الله في وصف محمد صلى الله عليه وآله في المعاهدة التي كانت بين النبي وقريش النبي قال لأمير المؤمنين أن يمسحها أمير المؤمنين قال إني لا أمسحها يا رسول الله قال دلني عليها وكأن النبي لا يعرف أين هذه الكلمة قد كتبت ومسحها النبي بنفسه صلى الله عليه وآله بعد أن أشار إليها أمير المؤمنين لأن أمير المؤمنين هو الذي كتب الوثيقة فكان النبي صلى الله عليه وآله يظهر أمام الناس من أنه لا يحسن القراءة والكتاب عدم إحسان القراءة والكتاب منقصة كبيرة منقصة كبيرة وهذا ضحك على الذقون أن يقول متحدث السنة ومتحدث الشيعة الطوسيون من أن النبي كان يلهم إلهاما فلا يحتاج إلى القراءة والكتاب كيف لا يحتاجها وهي حاجة مهمة في الحياة الدنيوية ونقصها نقص حينما لا يكون النبي قادرا على الكتابة والقراءة نقص واضح هذا نقص واضح على أي حال هذا ما هو بموضوعنا هذا مثال النبي كان يكتب ويقرأ بكل لغات الوجود بكل لغات الدنيا ولغات الوجود كله وكان يقرأ الذي لم يكتب يقدر له أن يكتب يقدر لكاتب في شرق الأرض أو غربها أن يكتب شيئا فإن محمدا صلى الله عليه وآله كان يقرأه قبل أن يكتب هذا هو محمدنا أنا لا أتحدث عن محمد سقيفة بني ساعدة لهم محمدهم الخاص بهم ولا أتحدث عن محمد سقيفة بني طوسي لهم محمدهم الخاص به وهنيئا لهم بمحمده إنني أتحدث هنا عن محمد العترة الطاهرة عن محمد الذي دينه دين العترة الطاهرة محمد صلى الله عليه وآله حينما جاءته تلك المرأة التي تحدث القرآن عنها في سورة المجادلة أو المجادلة بعد البسملة في الآية الأولى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر ما جاء في الآيات هذه امرأة من المسلمين ظهرها زوجها هذا أمر كان معروفا عند العرب يخاصم الزوج زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي وبعد ذلك يخرجها من بيته أمر أشد من الطلاق كان هذا موجودا في الجاهلية فأحد المسلمين في المدينة فعل هذا مع زوجته فجاءت هذه المجادلة تجادل في هذا الأمر تتحدث مع رسول الله إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الكهف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان رقم الباب 111 الحديث الأول بسند الكليني عن إمام الباقر صلوات الله عليه قال إن أمير المؤمنين قال صلوات وسلام على أمير المؤمنين إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني نثرت له بطني أنجبت له أولادا إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عز وجل وإليك قال مما تشتكينه قالت له إنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي في الجاهلية ستكون هذه المرأة حراما على زوجها إلى آخر عمره لن تعود إلي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري تقول لرسول الله فقال رسول الله ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت ثم نزلت الآيات هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله عاجزا عن معرفتي وبياني الحكم في هذه المسألة هل تصدقون هذا لكنه برنامج حتى يكون موافقاً موافقاً للذي تريده الأمة الأمة تريد أن تسمع من أن جبرائيل نزل بالآية على رسول الله وجبرائيل سيكون نازلاً لكن رسول الله صلى الله عليه وآله هل كان محتاجاً من حيث هو لكل هذا قطعاً لا ليس محتاجاً هذا لأجل الأمة بالضبط مثل ما جرى في قصة زواج زيد من زينب بنت جحش التي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وكان مقرراً لها أن تتزوج رسول الله لكن النبي أراد بيان حكم لأن الأمر كان شائعاً بين الناس فأراد أن يبين حكماً فكانت الواقعة التي جرت في قصة زينب بنت جحش النبي هو الذي أمرها أن تتزوج زيداً هي لم تكن راغبة في الزواج من زيد لكن النبي أمرها وما كان لمؤمن إنني أقرأ من سورة الأحزاب إنها الآية السادسة والثلاثون بعد البسملة وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً أن يتزوج زينب بن تجحش وهو الذي أمر زينب بن تجحش أن تتزوج زيداً زيد ما كان هذا يجول في خاطره لأنه لا يتصور نفسه أن يكون كفآ لامرأة كزينب الجميع يعرفون من أن زينب لرسول الله ولكن رسول الله هو الذي أصدر الأمر أن تتزوج زينب من زيت وأن يتزوج زيد من زينب زيد هذا الذي رباه رسول الله الناس هكذا كانت تعمل تعد الذي يربى يتبنى بحسب الأعراف الجاهلية يصبح ابناً الله سبحانه وتعالى لا يعد ذلك ابناً النبي أراد أن يثبت هذه الحقيقة لأجل المحافظة على الأنساب فأمر زينب أن تتزوج من زيت وأمر زيداً أن يتزوج زينب والآية تتحدث عن هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة المؤمن هنا زيد والمؤمنة زينب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمره هذا أمر من رسول الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبين وبعد فترة من الزمان النبي قام بهذا الترتيب وهذا الترتيب منسق فيما بين النبي وبين الوحي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وهو زيد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه لا كما تفسر من أن النبي كان راغباً في زوجة زيد حينما حينما كانت عند زيد وبشهوة كان ينظر إليها هكذا يقولون عن رسول الله وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخفي في نفسك هذا المخطط هذا هو الذي كان يخفي لأنه أظهر شيئاً للناس وأخفى شيئاً في نفسه الله سبحانه وتعالى هنا ضمن المخطط هذا أن يتحقق الأمر أن تنفصل زينب عن زيد وأن يتزوجها رسول الله والذي أجر العقد هو الله بصريح الآية فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها هذا تزويج في السماء هذا عقد الزواج فلما قضى زيد منها وطراً ما المراد من الوطر إنه الأمر المهم الأمر المهم الذي كان يريده رسول الله ما هو الأمر المهم زيد قضى منها وطراً قضى الأمر المهم الذي أوكل إليه من قبل رسول الله هذا برنامج برنامج وإلا ما الحاجة أن تتزوج زينب من زيد وهي ليست راغبة فيه قطعاً لما أمرها رسول الله تزوجت تزوجت بأمر رسول الله مثل ما قالت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً هذا أمر شرعي أن يكون لهم الخيارة من أمرهم حتى لو لم تكن راغبة في الزواج من زيد لا خيارة في الأمر هنا هنا تسليم لرسول الله لأن القضية ليست زواجاً عادياً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك بحسب ظاهر الأمر واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وهذه البيانات لا تتحدث عن الحال الحقيقي لرسول الله وإنما تظهر ما الناس يتصورونه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناك ها لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعول هذه الآية يفسرها المستشرقون والمسيحيون ويفسرها الذين يفسرونها من الذين ينتقصون من رسول الله من المسلمين من أية مجموعة وكأن النبي يفكر بشهوته ويدير الأمور برغباته الجنسية هذه حكاية لبرنامج تشريعي مثل تمثيلاً بهذه الطريقة التي تحدث القرآن عنها لكنها مثلت تمثيلاً حقيقياً النبي أصدر أمره لزينب أن تتزوج زيدان وسلمت لأمر رسول الله وأصدر أمره لزيد أن يتزوج من زينب وسلم لأمر رسول الله ثم النبي صلى الله عليه وآله بحسب البرنامج الموضوع فك فيما بينهما وتزوج زينب لا لشهوة أو لرغبة هذا موضوع تشريعي بالضبط كحكاية المرأة التي ذكرت في سورة المجادلة أو في سورة المجادلة ومثل هذا كثير في القرآن ومثل هذا كثير في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله النبي ما كان يظهر أنه يصلي وإنما أظهر صلاته بعدما نزل الأمر بالصلاة النبي يصلي من أول لحظة نزل فيها من رحم أمه إلى الدنيا تقولون كيف هذا نحن نقرأ في سورة مريم في الآية الثلاثين بعد البسملة والتي بعدها حينما تكلم عيسى المسيح وهو في المهد في أول ولادته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي أنا نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا من أول لحظة في حياتي إلى آخر لحظة في حياتي فكان عيسى يصلي وهو في المهد كان نبيا وكان مصليا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نبينا كذلك من أول لحظة كان مصليا كان مصليا بحسب ما كان في المهد ولكن بعد ذلك كان يصلي وكان يصلي بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بطهور كان يصلي الصلاة كما هي لكنه أظهر ذلك للناس بحسب ترتيب تبليغ الرسالة والأمر هو هو في الصوم نحن حينما نقرأ في سورة البقرة في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هل كتب الصيام على الأمم الماضية بحسب تأويلهم لقرآنهم فإن صيام شهر رمضان لم يكتب على الأمم الماضية على الإطلاق إذن ما معنى الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إنه كان مكتوبا على الأنبياء الأنبياء جميعا كانوا يصومون شهر رمضان وما كانوا يظهرون هذا لأممهم لأن صيام شهر رمضان فرض على أمة محمد صلى الله عليه وآله نحن هكذا نقرأ في دعاء وداع شهر رمضان من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إنه الدعاء الخامس والأربعون هكذا يعلمنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه نقرأ في دعاء وداع شهر رمضان شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العكرة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر باكر العلوم صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذا حياكم الله وصلنا إلى الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في الدعاء الخامس والأربعين من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إمامنا السجاد يعلمنا نقرأ في دعاء وداع شهر رمضان حيث نقول إنني أذهب إلى موطن الحاجة الدعاء طويل شهر رمضان الذي اختصسته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور إلى أن يقول الدعاء وأجللت فيه من الجلالة وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به ثم آثرتنا به على سائر الأمم ليس هناك من أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله قد صامت شهر رمضان ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارة وقمنا بعونك ليلة إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل إذن هذا هو معنى الذين قد كتب عليهم الصيام من قبلنا إنهم الأنبياء صوم شهر رمضان كان مكتوبا على الأنبياء فهل معقول أن الأنبياء يصومون شهر رمضان ونبينا لا يصومه ماذا تقولون أنتم قطعا نبينا لذاته ليس محتاجا لصلاة لأن صلاة وسيلة ونبينا لا يحتاج إلى وسيلة هو الوسيلة فيما بيننا وبين الله ولا يحتاج إلى وسيلة فيما بينه وبين الله هو باب الله هو وجه الله نبينا لا يحتاج إلى الصلاة ولا يحتاج إلى الطهور ولا يحتاج إلى الصيام لا يحتاج إلى الوسائل هذه وإلى الآليات هذه لكنه أسوة في جميع مقاماته فلابد أن يكون كاملا في جميع الاتجاهات مثلما القراءة والكتابة كمال له كمال له من حيث الواقع الدنيوي هذه كمالات عرضية وليست بكمالات ذاتية الصلاة والصيام كمالات عرضية لرسول الله لكنها ثابتة له من أول لحظة نزل إلى الدنيا إلى آخر لحظة كان فيها هذا كمال لرسول الله فهل يعقل أن الأنبياء يصومون شهر رمضان ونبينا لا يصومه وهل يعقل أن عيسى المسيح تكتب عليه الصلاة من أول لحظة ويصلي ونبينا لا يصلي نبينا أسوة للأنبياء نبينا سيد الأنبياء كل الكمالات موجودة فيه هذه كمالات الأنبياء بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله كمالات عرضية هو لا يحتاجها لذاته إنما يحتاجها لأنه أسوة وفي الحقيقة الناس يحتاجونها فهو يحتاجها لحاجة الناس إليها فهذه كمالات عرضية وهكذا سائر الأحكام فهل كان نبينا يشرب الخمر قبل أن تأتي الآيات بتحريمه هل كان يمارس المحرمات قبل أن تأتي الآيات بتحريمها القرآن كله عند محمد صلى الله عليه وآله في رواياتنا لما جاءت فاطمة بنت أسد بأمير المؤمنين بعد الولادة بعد أن خرجت من الكعبة جاءت به إلى رسول الله لأن رسول الله كان ينتظرها كان ينتظر عليا لما أخذ أمير المؤمنين بين يديه ما إن نظر أمير المؤمنين إلى وجه رسول الله إلا وبدأ يقرأ القرآن قد أفلح المؤمنون بدأ يقرأ الآيات الأولى من سورة المؤمنون نحن نتحدث عن تأريخ يكون بمدة عشر سنوات قبل البعثة ولادة أمير المؤمنين قبل البعثة بعشر سنوات فكان أمير المؤمنين يقرأ قد أفلح المؤمنون يقرأ هذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله قال له قد أفلح المؤمنون بولايتك هذه المضامين موجودة في رواياتنا وحتى هذه المضامين هي دون منزلتهم أنا لا أريد أن أوجه نظري إلى هذه الروايات سأبقى بحدود الآيات لأن الروايات يمكن للآخرين أن يطعنوا بها ولطالما طعنوا بها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنهم الأنبياء هكذا كانت تجري الأمور لأن الأمة تريد هذا لو أن الناس يعلمون أن النبي كان يصلي قبل برنامج ترتيب نزول الواحي إنهم لن يصلوا لن يلتزموا بالصلاة سيعدونها من محمد الذي يعتبرونه كأمثالهم ولكن حين يكون الأمر هكذا من أن الملائكة يأتون بالوحي وبهذا الترتيب ومن أن النبي يقول من أنه لا يصدر حكما حتى يأتي الوحي هكذا تريد الأمة الآيات في سورة الأنعام تدبروا فيها إنها الآية السابعة بعد البسملة وما بعدها وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ إنه يشبه أعمال السحرة بعض السحرة يفعلون مثل هذا الأمر فيقولون هذا سحر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس نزل عليك أمام أعينهم من السماء ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يريدون أن ينظروا الملائكة بأعينهم ولو أنزلنا ملكا كما هو لو أن جبرائيل ظهر للناس كما هو فماذا يعني ذلك يعني أن تغييرا حدث في بنية الناس لم يبقى الناس على ما هم عليه هناك تغيير حدث وهذا التغيير إذا ما حدث تترتب على ذلك أمور لأن الحجة صارت أقوى وحينما صارت الحجة أقوى فإن الحجة الأقوى ستستنزل العذاب إن عاندوا الحج هذه قوانين الله وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون إذا ما رفضوا تلك الحجة ولو جعلناه ملكا لو أننا بعثنا إليهم رسولا ملكا من الملائكة بنحو مباشر من دون التوسط البشري ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأظهرنا لهم أن الملك هذا هو رجل لماذا؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون وللبسنا عليهم لبسنا عليهم أننا موهنا الأمر عليهم تمويها مثل ما هم يريدون فنحن بعثنا ملكا ولكنهم لن يقبلوا بهذا الملك كيف يتواصلون معه فإننا سنظهره لهم لأنه رجل وحينئذ ماذا فعلنا؟ قمنا بعملية تلبيس لبسنا عليهم لأنهم هم الذين يريدون التلبيس هذا على هذه الفرضية على فرضية أن ملكا سيكون رسولا فيما بين الناس وبين الله في حال نبينا صلى الله عليه وآله إنهم يرفضون أن يحدثهم محمد صلى الله عليه وآله من عنده بشكل مباشر يريدون برنامجا هم يتصورون من أن الحقيقة تكون هكذا ولذا صار هذا البرنامج هذا هو منطق القرآن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه عملية تلبيس عملية تمويه ما يلبسون هم الذين يريدون التلبيس على أنفسهم هم يريدون التلبيس ولذي تلبيس فإننا سنقوم بمداراتهم وهذا هو الذي كان يقوله رسول الله والأئمة الأطهار والله والله ما كلمنا الناس قاط على قدر عقولنا وإنما نكلمهم على قدر عقوله هذه هي الحقيقة هذا هو الأمر الذي كان يبينه رسول الله دائما صلى الله عليه وآله والله والله ما كلمنا الناس قاط على قدر عقولنا إنما نكلمهم على قدر عقوله صار واضحا إلى الآن من أن أبانا آدم كان سيدا على الملائكة الملائكة قدموا طقوس العبودية بين يديه وهو الذي علمه وهو سيده وسجدوا في فنائه وآدم لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين محمد وآل محمد فأين نضع جبرئه أين نضع جبرئه الناس هم الذين يريدون أن يجري الأمر هكذا فجرى الأمر هكذا فجرت الأمور بهذه الطريقة هذا المطلب يحتاج إلى تفصيلات أخرى لكنني في الحقيقة لا أملك وقتا كافيا لكثرة الأسئلة التي عندي أنا أحاول أن أجعل عدد حلقاتي هذا البرنامج أقل مما يمكن أن تكون عليه إذا ما ذهبت مفصلاً في كل أجوبة الأسئلة أكتفي بهذا البيان وإذا ما سنحت فرصة أخرى أعود إلى الموضوع وإنني قد تحدثت عنه سابقاً في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية نذهب إلى فاصل السؤال الثالث من أسئلة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى وردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام كما في كتاب الكافي والمحاسن في أبواب الأطعمة والأشرب وهذه الأحاديث قسم منها أعطى نتائج غيبية وروحية وأخروية على تناول بعض الأطعمة من فاكهة وخضر وما شاكل ذلك من قبيل ما ورد إن مع كل تمرة حسنة ومن أكل سبعة تمرات لم يضره سحر ولا شيطان أو ما ورد من أنه ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة أو من أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سبعين صباحا وما شاكل هذه الأحاديث وهي كثيرة وقسم آخر من هذه الأحاديث رتب آثار صحية وبدنية وعلاجية على تناول بعض هذه الأطعمة التي قد لا تؤيدها العلوم الحديثة في علم الأغذية والطب أو ربما تتعارض معها والسؤال هنا هو كيف نفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا هذا سؤال واسع وعريض جدا إذا أردت أن أدخل في التفاصيل فلابد أن آتي بهذه الروايات وهي روايات كثيرة جدا لا يمكن أن أتناولها في عجالة كعجالة هذه الحلقات لكنني أجيب بالإجمال والسؤال مهم جدا هذه حقيقة هذا الكلام الذي ورد في السؤال حقيقة موجودة في كتب الحديث السائل ذكر كتاب الكاف والمحاسن هناك كتب كثيرة وردت فيها الروايات بهذا الصدد وبهذا الخصوص أول نقطة لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار من أن قسما من هذه الأحاديث تعرض للتحريف وللتصحيف وهذا واضح جدا إذا ما دققنا النظر في مضامين الأحاديث أو في بعض المسميات والعناوين فإنها قد ذكرت بشكل خاطئ فمثلما ذكرت بعض المسميات وبعض العناوين بشكل خاطئ فإن الخطأ سيكون محتملا في بقية ألفاظ الحديث على أي حال هذه القضية موجودة في كل كتب الحديث وموجودة في كل الموضوعات الحديثية لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار والتحريف هو شيء متعمد والتصحيف شيء ليس متعمدا وإنما ب سبب الخلل والضعف البشري إما عند الرواة أو عند النساخ الذين يكتبون الأحاديث إذن هذه القضية لا بد أن تأخذ بنظر الاعتبار التحريف والتصحيف قطعا يدخل في هذا السياق حينما تنقل الأحاديث بالمعنى ويكون النقل ليس دقيقا لكن هذا لا يعني أن المساحة الأكبر قد تعرضت لمثل هذه العوارض المساحة الأكبر تجتمل على الأحاديث الصحيحة والتي وردت عنهم صلوات الله عليه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي ترتبط بمضامين هذه الأحاديث لا بد أن نعرف من أنه في الطب القديم بشكل عام في زمان أئمتنا وقبل زمان أئمتنا جانب مهم من العلاج العلاج بالأغذية والأطعمة أكانت مطبوخة أم لم تكن مطبوخة هذا الأمر كان موجودا في الأمم السالفة وبقي إلى زمان أئمتنا إلا أن أئمتنا صلوات الله عليهم وسعوا في هذا المجال إذا رجعنا إلى كتب الطب القديمة فإن الأطباء الأقدمين منذ الزمن اليوناني منذ الحضارة الإغريقية فإن الأطباء الأقدمين كانوا يعالجون بعض الأمراض بالأغذية والأطعمة تارة بالأغذية المطبوخة وأخرى بالأغذية والأطعمة غير المطبوخة من الفواكه والخضر والحبوب وغير ذلك أئمتنا صلوات الله عليهم وسعوا هذا المجال إذا كان هناك ما يسمى بطب الأئمة من الموارد المهمة والواسعة في طب الأئمة العلاج بالأطعمة والأغذية تارة يكون العلاج بالأطعمة والأغذية المطبوخة والتي ستكون مركبة من مجموعة من الأشياء وتارة يكون العلاج بالفواكه والخضر بالأطعمة غير المطبوخة وهذا إنما يرتبط بطبيعة الأطعمة والأغذية في زمان الأئمة أولا الفواكه والخضر النباتات والثمار بشكل عام لها أمكنة معينة في ذلك الزمان وليس في زماننا في زماننا اختلطت الأزمنة والأمكنة واختلطت النباتات فيما بينها عن طريق الهندسة الوراثية والتدجين المستمر على طول الخاط في زمان الأئمة الفواكه والخضر والبقول والبقول لها أزمنة ولها فصول معينة ولها أمكنة معينة الماء الماء الهواء الشمس التراب وسائر التفاصيل الأخرى لها خصوصيتها في مشرق الأرض شيء وفي مغرب الأرض شيء آخر في فصل الصيف شيء وفي فصل الشتاء شيء الأمطار تتباين تراكيبها الكيميائية من وقت إلى وقت وهذا أمر كان معروفا في الأزمنة القديمة العلوم المعاصرة أكدته ووثقته وبرهنت عليه فالأملاح والمعادن والعناصر الكيميائية التي تأتي مصاحبة لمياه الأمطار تختلف أنواعها وتختلف نسبها من فصل إلى فصل ففصل الربيع يختلف عن فصل الشتاء وهذا نظام إلهي لأن حاجة الأرض تختلف ولأن النباتات تختلف من فصل إلى فصل التراب طبيعي الهواء طبيعي الماء طبيعي الماء يختلف ماء الأنهار يختلف عن ماء العيون وهكذا عن ماء البحار وكل ماء في أرض يختلف عن الماء في الأرض الأخرى من جهة تراكيب الأملاح والمعادن التي تخالط الماء الأرض على حالها طبيعية الهواء الماء الشمس وفي زمان معين وفي مكان معين تنتج الأشجار ثمارها وتخرج الفواقه للناس فتأتي بطريقة سليمة ودقيقة جدا زمانا ومكانا وتكوينا كيميائيا من جهة التراب والماء والهواء والشمس فخصائص تلك الثمار وخصائص تلك الفواكه تختلف عن التي عندنا في زماننا هذا تختلف اختلافا كاملا ويضاف إلى هذا كيميائية أبداننا كيميائية أبداننا تكونت من المواد التي نتناولها ومن الهواء الذي نستنشقه الساعة البايولوجية في أجسامنا طريقة عملها تختلف عن طريقة عمل الساعة البايولوجية في زمان الأئمة بسبب العوامل البيئية المحيطة بنا الساعة البايولوجية لها أثر على الجانب الحسي لها أثر على الجانب الكيميائي ولها أثر على الجانب النفسي وكيميائية البدن آثارها مادية ونفسية في الوقت نفسه كل هذا متغير لطريفة أضرب لك مثالا يا أبا عبد الأعلى هناك نوع من البضائع يباع هنا في السوفر ماركت نوع من البضائع يصطلح عليه أورغانيك يعني البضائع التي أنتجت نتاجا طبيعيا وقيمتها أغلى صدقني هذا الأمر أنا جربته وسألت آخرين قد جربوه الجواب هو هو في بعض الأحيان وأنا أتسوق البضاعة من السوفر ماركت يقع نظري على هذه البضاعة هي قليلة الناس لا يشترونها قليلون يشترون هذه البضاعة وهي غالية في الوقت نفسه هي أغلى من البضائع الكيميائية التي تعودنا عليها لعدة مرات اشتريت من هذه البضائع مرة اشتريت نوعا من الحليب ومرة اشتريت نوعا من العنب اشتريت بعضا من هذه البضائع لما جلبته الى البيت لا انا استطعمته ولا الذين في البيت استطعموه وألقينا به ألقينا به مع فضلات الموات لم نستعمل تلك المواد التي كما يقولون من ان انتاجها طبيعي وجدناها ليست طيبة ذائقتنا تنسقت واتسقت مع هذه المواد الكيميائية العنب ما كان طيبا مع انه طبيعي وهنا لا يكذبون حينما يقولون من ان المادة طبيعية عادة لا يكذبون وهناك مراقبة ومتابعة لهذه البضائع هناك مؤسسة تتابع هذه البضائع الطبيعية يتابعونها في المحلات التي تبيعها وتعرضها فما كانت هذه المواد طيبة لأننا تعودنا على هذه المواد التي هندست هندسة وراثية والتي أشبعت بالمواد الكيميائية المختلفة وهي مواد كيميائية مصنوعة صناعية لم تستخرج من المصادر الأصلية لتلك العناصر في الطبيعة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع فتلك الروايات والأحاديث تحدثنا عن الفواكه والثمار وعن المواد الغذائية والأطعمة التي لا توجد في زماننا نحن في زمن آخر نحن في أمكنة أخرى قد تغيرت المكان تغير والزمان تغير وأهل المكان والزمان قد تغيروا تغير طباعهم وتغير أمزجتهم وتغير ذائقتنا ذائقتنا تغيرت فما يذكر في تلك الروايات يرتبط بذلك الزمان وبتلك الأمكنة وبتلك الأمزجة الإنسانية وبتلك الذائقة البشرية لا الذائقة بقيت ولا الأمزجة بقيت ولا كيميائية الأبدان هي هي ولا ساعة البيولوجية تشتغل بنفس الطريقة السابقة ولا الطعام هو الطعام ولا الشراب هو الشراب كل شيء تغير فما ذكر في تلك الروايات كان يرتبط بذلك الزمان هناك أمر آخر لا بد أن يعرف في الطب القديم وفي طب الأئمة أيضا لأن طب الأئمة كان استمرارا للطب القديم الذي أصوله من طب الأنبياء وما من حق في أيدي الناس إلا وقد تعلموه من محمد وآل محمد هكذا ثقفون هذه ثقافة العترة الطاهرة آل محمد هم معلموا هذا الوجود كما تقول الروايات سبحنا وسبحت الملائكة لتسبيحنا الذين عند الله هم الذين سبحوا أولا ولم يكن هناك من خلق بعد ذلك خلقت الملائكة فلما سبحوا الذين عند الله سبحت الملائكة لتسبيحهم وبتسبيحهم وهم الذين علموا الوجود علموا الملائكة التسبيح فما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت من بيت محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الطب القديم أخذه الأطباء عن الأنبياء وطب الأئمة استمرار لطب الأنبياء فمثلما من موارد طب الأئمة العلاج بالأطعمة والأغذية إن كانت مطبوخة أو كانت غير مطبوخة كذلك العلاج بالأعشاب والنباتات التي تنمو في أرض الداء ما من أرض ما من أرض إلا وكان دواء دائها في أعشابها في زماننا تغيرت هذه الموازين فأعشاب هذه الأرض ما هي أعشابها لقد نقلوا إليها أعشابا من أرض أخرى وحتى لو كانت من أعشابها فإن المواد الكيميائية وإن المياه قد تلوثت واختلف حالها كل شيء تبدل كل شيء تبدل نحن في زمن آخر الروايات والأحاديث تخبرنا عن زمن مضى عن زمن مضى قد يقول قائل هذا يعني أننا لا نعمل بها نعمل بها إجمالا نعمل بها إجمالا هناك أمر مهم بخصوص الأحاديث التي تحدثت عن الآثار الروحية والمعنوية أولا هذه الثمار والفواكه كالرمان وغيره تغيرت وتبدلت وثانيا إذا أردنا لأجل إجراء السنة أن نلتزم بهذه الأحاديث فلابد فلابد أن تكون النية هكذا من أننا نتناول الرمان أو غيره حيث حيث أخبرتنا الأحاديث عن الآثار المعنوية لهذه الفاكهة أو غيرها أن نتناول هذه الفواكهة وهذه الثمار لتحصيل الآثار المعنوية تسليما لسنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وأن نستشعر هذا استشعارا حقيقيا من أننا نتواصل بقلوبنا مع محمد وآل محمد حينئذ تنعكس الآثار أما أن نأكل الرمان هكذا فإن الآثار المعنوية لن تترتب على هذا الأمر مدار القضية في كل عباداتنا وفي كل شؤوننا الارتباط بإمام زماننا ولهذا السبب الناصب يصلي ولا يعد أنه قد صلى يتساوى الأمر بالنسبة إليه أكان صلى أم كان زنى لماذا لأنه لا يتوجه إلى وجه الله هذه المضامين أنه كلها تأخذ بهذه الروحية وبهذه المعنوية نذهب إلى فاصل أما الأبحاث العلمية المعاصرة فهي أبحاث صحيحة لكنها تنظر إلى جهة تختلف عن الجهة التي نظرت الأحاديث إليها هناك جهات أخذتها الأحاديث بنظر الاعتبار الأبحاث العلمية المعاصرة أساسا لا تعتقد بها فعلوم اليوم ما تنتجه صحيح وهي ناظرة إلى حيثية ضمن المنطق الذي تأسست عليه هذه العلوم أما ما جاء في أحاديثنا فإنها تنظر إلى حيثية أخرى ضمن المنطق الذي انطلقت منه تلك الأحاديث على سبيل المثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الباذ جان فإن من أكله على أنه داء بهذه النية يصبح داء ومن أكله على أنه دواء فإنه سيكون دواء هذه قضية لا تتناولها العلوم المعاصرة هذه قضية أخرى هذا نظر إلى خصائص المادة التي لا تقع تحت سلطة المختبر الكيميائي المادة لا تنحصر حالاتها بأنها صلبة جامدة أو أنها سائلة أو أنها غازية أو أنها تكون متأينة في الحالة التي يقال لها البلازمة المادة لها حالات أخرى المختبر الكيميائي لم يتسلط عليها لحد الآن هناك جهات في المادة تتحدث عنها هذه الروايات والأحاديث خلاصة القول كل هذا لا يعني أننا لا نعمل بهذه الأحاديث نعمل بهذه الأحاديث إذا أردنا أن نعمل بها تسليما بسنة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد صلوات الله عليه ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن وقت الحلقة صار طويلا أتمنى أن تكون الإجابات مفيدة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر